تحت سلسلة من المبررات توصل إدارة بايدن الانسحابات العسكرية من الشرق الأوسط وسط محاولات لتفسير هذه الإجراءات أنها ضرورية تتوافق مع التغيرات الدولية فما الجديد في هذا الملف اليوم كشفت صحيفة وستريت جورنال أن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات هجومية متقادمة إلى الشرق الأوسط وتنقل المقاتلات الأحدث إلى أسيا حيث تتصاعد المنافسة مع روسيا وأيضا مع الصين وفق الصحيفة فإن البنتاجون سيرسل في أبريل المقبل مقاتلات A10 الهجومية إلى الشرق الأوسط كجزء من خطة أوسع تتضمن إبقاء قوة بحرية وبرية متواضعة في الشرق الأوسط كل هذه التطورات تأتي في إطار ما تقول الولايات المتحدة إنه انتقال إلى حقبة جديدة من منافسة القوى العظمى مع الصين ومع روسيا لذلك قلصت أمريكا وعلى مدى السنوات السابقة وجودها العسكري في الشرق الأوسط لكنها كانت تواجه تحديات أثناء فعل ذلك لعل ذلك ظهر جليا اليوم في الإحاطات التي قدمها وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي أمام الكونغرس الأمريكي الرجلان اللدان دفعا على مقترح الميزانية الدفاعية قالا إن النظر الأكبر إلى الخطر يتمثل في الصين وفي روسيا إذن الخطر بالنسبة لهما هو الصين وروسيا أما عن الشرق الأوسط فاكتفى كبار القادة في البنتاجون بالإشارة إلى ما قالوا إنه الخطر الإيراني المتنام في المنطقة ووفق هيئة الأركان الأمريكية المشاركة فإن جميع الخطط حاضرة على طاولة البنتاجون للرد على تهرى الولايات المتحدة تستبدل الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط بطائرات أقدم تحت هذا العنوان نقلت صحيفة وولستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن تلك الخطوة تأتي ضمن حقبة جديدة عنوانها منافسة القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وتتضمن الخطة الدفاعية الأمريكية إرسال الطائرات A-10 في أبريل إلى قواعدها في الشرق الأوسط لاستبدال طائرات مقاتلة أكثر تطوراً مع الاحتفاظ بسربين من الطائرات F-15 وF-16 الطائرة A-10 التي يبلغ عمرها أربعة عقود أصبحت ضعيفة للغاية وبطيئة ولا يمكنها التعامل مع الجيش الصيني ولكنها قد تكون ذات فائدة في الشرق الأوسط خاصة ضد مقاتلي الميليشيات المسلحة أو الطائرات البحرية الإيرانية بالإضافة إلى ذلك ستحتفظ الولايات المتحدة بكتيبتين مضادتين للصواريخ من طراز باتريوت كل كتيبة تتكون من أربع بطاريات ويمكن أن تحتوي كل منها على ما يصل إلى ثماني قاذفات وستواصل الولايات المتحدة لاحتفاظ بنحو 2500 جندي في العراق وتسعمائة جندي في سوريا وتقول الصحيفة إن العدد الإجمالي للجنود في الشرق الأوسط سيبلغ نحو 30 ألفا وهو ما يقلق بعض الدباط الأمريكيين فتلك المستويات غير كافية للتعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط في كل مناسبة ولقاء صحفي يؤكد القياديون في الأسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا له أن عملهم لضمان أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج وما يحيط بها مستمر حتى وأن وتيرة العمل لتحقيق هذه الغاية هي تسارعة وبخطط وباستراتيجيات ومكافآت أيضا لنتذكر أبرز الخطط الأمريكية في هذا الصدد تارة يعلنون الهدف وتارة يبقى من دون إعلان لكن تحركة واشنطن في منطقة الخليج تتكثف في عهد بايدن وغايتها إيران في سبتمبر 2021 أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن الأسطول الخامس التابع لها شكل قوة المهام التاسعة والخمسون في الخليج لزيادة قدرته على الردع ودمج الأنظمة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة في نطاق عملياته بعد أشهر وفي فبراير تحديدا أعلن الأسطول الخامس الأمريكي عن إطلاق سرب من مئة طائرة مسيرة بالتعاون مع الحلفاء لمراقبة مساحة واسعة من مياه الخليج العربي في ظل تصاعد التوتر مع إيران لم تقف الخطط هنا ففي أبريل 2022 شكلت البحرية الأمريكية فرقة عمل جديدة مع دول حليفة للقيام بدوريات في البحر الأحمر أدوات الردع تنوعت أكثر فكانت زوارق مسيرة تجوب مياه الخليج أعلن عنها قائد الأسطول الخامس براتكوبر في مايو 2022 وكشف أن الأسطول سينشر مئة مركبة بحرية بحلول صيف العام المقبل لمنع تهريب المخدرات والأسلحة تنوع الأدوات شاملة كذلك أطلق الأمريكيين في يوليو برنامجا لمكافحة التهريب في مياه الشرق الأوسط يقوم على تقديم مكافأة مقابل المعلومات التي يمكن أن تساعد البحر في اعتراض الشحنات غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة بعد شهرين كان سبتمبر 2022 وصلتت وكالة فرانس بريس الضوء على برنامج جديد للبنتاجون يهدف إلى تعزيز قدراته على مراقبة مناطق واسعة في الخليج عبر توظيف الذكاء الاصطناعي ثم جاء شهر نوفمبر وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستنشر قوة بحرية بقيادتها تضم أكثر من مئة سفينة مسيرة عن بعد في مياه الخليج وذلك بحلول عام 2023 لدرء التهديدات البحرية في المنطقة أرحب بضيوفي في هذا الملف من واشنطن أرحب السيد لورنس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ومن القاهرة أرحب بلواء الدكتور سامير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بكما وأبدأ النقاش مع الأستاذ لورنس من واشنطن يعني هنا يتم الحديث عن نقل هذه المقاتلات الأحدث من الشرق الأوسط باتجاه آسيا وباتجاه إفريقيا يعني كيف نقرأ هذا التحرك ماذا يمثل؟ هل هو نهج أمريكي جديد متراجع في منطقة الشرق الأوسط؟ لا أعتقد أنه تراجع أعتقد أنه يقول أن التهديد القادم تحديدا من الصين يتعاضم بشكل أكبر من منطقة الشرق الأوسط بشكل يضطرنا إلى سحب بعض القوات التي كانت موجودة بعد اندلاع أكبر حربين في الشرق الأوسط وتحويلها إلى القارة الأسيوية ولكن نحن لا نغادر المنطقة حتى مع ذلك سيكون لدينا 30 ألف جندي في المنطقة على الأرض في العراق وفي سوريا ولدينا الأسطول الخامس وتواجده في البحرين وفي حال حدوث أي طارئ يمكننا أن نعيد تعبئة القوات بشكل سريع إلى المنطقة لكن معك أدلت عقيبا سيد لورانس لكن هي مقاتلات متطورة سيتم نقلها وسيتم تعويضها بمقاتلات متقادمة هنا نتحدث على النوعية يعني عند الحديث بالعنوين أو بالخطوط العريضة نرى بأن هناك تراجع يعني مقاتلة متقدمة ومقاتلة متقادمة يعني عكس المتطورة فكيف نفهم ذلك يعني ولو تشرح لنا حتى ربما قيمة وتقدير هذه المقاتلات مقابل الأخرى مرة أخرى التهديد القادم من الدول في منطقة الشرق الأوسط لا يتطلب نفس التقدم التكنولوجي القادم من الروس والصين صحيح هذه المقاتلات قديمة ولكنها لا تزال من أكثر المقاتلات كفاءة في العالم وهي أكثر جدارة من المقاتلات التي يتحصل عليها أي من المعادون لنا سواء كان من داعش أو من الحوثيين أو حتى إيران وتحديدا إيران يعتمدون على المسيارات ولكن ليس لديهم أي مقاتلات حربية أكثر تقدما مما نمتلكه وبالإضافة إلى الأي عشر سيكون لدينا طائرات F-16 وF-15 وهي طائرات أكثر حداثة نعم دكتور سمير هنا ما يقوله سيد لورانس يقول حتى وإن كانت هذه المقاتلات متقادمة وليست بقدر المقاتلات المتطورة التي سيتم نقلها إلى إفريقيا وإلى آسيا إلا أنها ستفي بالغرض الدفاعي في المنطقة لكن في تقديركم متدعيات هذه الخطوة على الوضع الأمني في الشرق الأوسط بداية أننا ستناول الموضوع بزاوية أخرى أنا في 2.77 كنت طالب في إنجلترا كلية كامل الملكية في إنجلترا وكان هنري كينسنجر وأستاذ السياسة الخارجية في أمريكا طلع كتابه The American Foreign Policy أو كيف تصاغ السياسة الخارجية الأمريكية وقال ببساطة أن أمريكا بتحط Level of Strength اللي هو بتحط مستويات الاهتمام بالنسبة للعالم فلو جينا طبقنا الكلام ده لتعهين ريكينسنج النهاردة على أمريكا حتى الاهتمام الأول ما يتم على الساحة الروسية الأوكرانية لأن هدفها إطالة زمن الحرب على روسيا لاستنزفها أكبر قدر ممكن لأن روسيا بتعتبر العدو الرئيسي الأول بالنسبة للقوى العسكرية لو جينا ده خلنا نكلمنا على المستوى الثاني وهو مستوى الصين الصيني النهاردة بتعتبر العدو الرئيسي الأول لأمريكا لأنها تاني قوة اقتصادية في العالم بعد أمريكا وإذا فضلت الفرطر اللي جاية مستمرة ممكن تتفوق اقتصادية على أمريكا في الخمس سنين اللي جاية ثانيا هي تالت قوة عسكرية في العالم ثالثا هي القوة البحرية الأولى في العالم عشان كده النهاردة بـ Level of Interest رقم اثنين هي منطقة الصين النهاردة اليابان عملت زودت الميزانية الدفاع بتاعتها 26% في عام واحد وأصبحت تقارب ميزانية الدفاع لروسيا النهاردة أمريكا كلهم خايفين أن المثل الذي حدث في أوكرانيا ممكن الصين بكرة تدخل على تايوان إذا ما تحدثنا عن منطقة الشرق الأوسط إذا سمحت لي دكتور يعني تدعيات ذلك على الأمني الشرق الأوسط هي المنطقة الثالثة هي المنطقة الثالثة والمنطقة الثالثة النهاردة بتعتبر أقل ودوءا ليه؟ النهاردة إيران هي المشكلة الأولى وإتفاقية خمسة زائد واحد للنووي أصبحت مجمدة وأمريكا جمدتها وإسرائيل متولية هذا الموضوع الصين نجحت النقضة هتعمل تقارب بين السعودية وبين إيران وحتبدأ العلاقات الدماثية تم واحتمال أنهم ينمدوا إتفاقية السلام اللي كانت مقطوعة فإذا هناك شبه استقرار بالنسبة لأمريكا للشرق الأوسط فأصبح النهاردة الهدف اللي جاي بالنسبة لأمريكا في الفترة القادمة هي منطقة الصين حتى المجموعة كواد اللي هي أمريكا واليابان وإستراليا والهند النهاردة أنت شفت أننا الأسبوع اللي فات زودت أستراليا بالغواصات النووية الجديدة فهي ستبقى رقم اثنين بالنسبة لأمريكا من هنا أمريكا بدأت تسحب من الشرق الأوسط المعدات والأسلحة السخيلة وتحضت مكانها أسلحة الأقل لكفاءة لأنه زي ما قلت العدو الرئيسي القادم هو الصين والمنطقة ما حولها نعم سيد لورنس هنا الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن انتقال إلى حقبة جديدة من منافسة القوى العظمى يعني هنا ماذا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ألا يفتح ذلك مجالا أكبر لهذه القوى التي تتنافس فيها الولايات المتحدة الأمريكية أو تتنافس معها نتحدث عن الروسيا والصين يعني إذا ما أفسحت المجال الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا حتى من نوعية السلاح العسكري الدفاعي ألا يفتح ذلك المجال أكبر أمام روسيا والصين في المنطقة ألا تخشى واشنطن من ذلك كما ذكرت سابقا ما زال لدينا 30 ألف جندي في المنطقة وللتوقمنا بتنفيذ تمرين عسكري مع إسرائيل ضم أكثر من 100 ألف جندي أو يمكن أن يضم أكثر من 100 ألف جندي وحضور هذه القوات بشكل سريع وبالتالي في حال حدوث أي طارق يمكن إعادة هذه القوات وقدرات العسكرية بشكل سريع جدا وصحيح أن التهديد من الصين في آسيا هو الأكبر الذي يواجهنا ونحتاج إلى ضمان استمراريتنا في مساعدة ودعم الأوكرانيين لكن هذا لا يعني بأننا نتخلى عن الشرق الأوسط ولكن نحن لا نعطيه نفس الأولوية والأمر لا يعني أننا غير قادرون على التعامل مع الوضع هناك وكما ذكرت الحضور في البحرين وقواعد الجوية الموجودة في الشرق الأوسط يمكننا إعادة المقاتلات الجوية بشكل سريع جدا في حال احتجنا إلى ذلك نعم دكتور سامير لواء لورانس يرى بأن واشنطن لا تتخلى عن الشرق الأوسط ولكن في نفس الوقت لا تعطيه نفس الأولوية مثلا بالنسبة لما يمثله الوضع في آسيا بالنسبة لواشنطن لكن اليوم إذا ما شعرت دول المنطقة واستشعرت بعض الخطر من هذا التحرك مثلا ومن ربما الانسحاب الأمريكي التدريجي إن صح التعبير هنا ألا يدفع ذلك دول المنطقة للجوء إلى تعزيز علاقاتها أكثر مع روسيا والصين استراتيجيا ربما لتأمين نفسها لا هو الموضوع صعب شوية لأن النهاردة أمريكا لها قواعد كثيرة جدا في دول المنطقة كلها طبعا عدى مصر فالنهاردة كل دول الشرق الأوسط فيها قواعد من أول تركيا وعندها أهم القواعد اللي موجودة فيها حجم التواجد التركي الأمريكي زي ما قال ديفك العزيز مازال كبير دول المنطقة أيضا بتعتمد على السلاح الأمريكي فمش من الصعب من السهل أنها تتحول إلى الاتجاه الروسي أو الصيني وبعدين الصين مركزة أكتر في أفريقيا على التعاون الاقتصادي قبل ما يكون عسكري روسيا يعني التواجد الوحيد اللي موجود لها ورئيسي وهي في سوريا موجودة لها قاعدتين قاعدة جوية في أحميم وقاعدة بحرية في طرطوس فلا التواجد الأمريكي هو أقوى وبالسلاح وبالقوات العسكرية فمن الصعب أن روسيا أو الصين تتواجد عسكريا في المنطقة إذا كانت الصين تدخلت لحل المشكلة أو حدثة تقارب بين السعودية وإيران فده كان لصالح المنطقة وصالح استقرار المنطقة ولكن لا أنا بقول أن هتفضل للهات المتحدة حتى لو قال حجم التواجد العسكري في منطقة الشرق الأول شوية ولكن زي ما قال ضيفك العزيز هي قدر أنها تنقل التراد بسرعة هناك الأسطول الخامس موجود ممكن نقل قواته بسرعة في المنطقة إلى أخرى ممكن نقلها من أوروبا للشرق الأوسط إسرائيل أيما بالواجب تجاه إيران فأنا مشايف أن سيقل التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط وإن قل في نوعية القوات الموجودة لكن التواجد الأمريكي سيظل هو الرئيسي في الشرق الأوسط وحتى تعتمد عليه الدول المنطقة على التواجد الأمريكي وزي ما قلت التواجد الروسي هو ليس إلا في سوريا فقط نعم سيد لورانس لوقت الدكتور يرى بأن دول المنطقة ربما تثق في الولايات المتحدة الأمريكية واتفق حتى مع نقطة العودة السريعة إن كانت الأوضاع ربما تحتم ذلك لكن من خلال تصريحات البنتاجون قال أنه هناك عدة خيارات إذا ما حاولت إيران تصنيع أسلحة نووية وهناك عدة خيارات أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين المنطقة يعني ما هي هذه الخيارات ما الذي يمكن أن يطمئن دول المنطقة ضد أي ربما تغيرات تحركات إن كان من قبل إيران أو أي زعزعة لأمنها إذا حاولت إيران على سبيل المثال من القتال في اليمن قمنا بإمداد السعودية بالأسلحة لمجابهة ذلك الإيرانيون متواجدون في سوريا ولكن غير قادرون على إنهاء الحرب الأهلية هناك ولدينا حضور ضئيل في شمال سوريا لحماية الأكراد الذين يساعدوننا في مقاتلة داعش وبالتالي ما زال لدينا حضور هناك وإذا عدت إلى الوراء وعندما كنت أصغر وكنا نقاتل في فيتنام قمنا بإسقاط قنابل أكثر في فيتنام مما فعلنا في الحرب العالمية الثانية وكما هو الحال في الحرب في العراق مع الأسف لم يكن لدينا استراتيجية جيدة للفوز بالحرب ولكن تمكننا من القتال وبالتالي الأمر لا يعني بأن ابتعادنا عن المنطقة لن يمكننا من العودة إليها وكما ذكرت من خلال البحر المتوسط وقناة السويس يمكن أن تعود حتى القوة البحرية بشكل سريع والمقاتلات الموجودة الحالية هي أيضا ذات كفاءة عالية نعم لواء سمير أو دكتور سمير يعني هنا كيف يمكن لدول المنطقة أن تحصن نفسها يعني ربما سيد لورنس تحدث عن الموجود في المنطقة وبأنها ذات كفاءة عالية وإن كانت لا ربما ترقى إلى هذه المقاتلات المتقدمة المتطورة التي سيتم نقلها لكن دول المنطقة نعلم بأنها ربما تسعى إلى إدارة المواقف بما يخضم المصالح وبما يجعل ربما العلاقات مع كل الأطراف جيدة لديها علاقات جيدة مع روسيا بعض دول المنطقة العلاقات جيدة حتى على المسوى التجاري مع الصين ومع الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت فهنا كيف يمكن إدارة هذه المصالح بما يمكن أن يخلق توازن في تعاطي دول المنطقة مع هذه الدول وهذه القوى العظمى المختلفة والمتخالفة فيما بينها كلام حديث صحيح فعلاً مية المية النهاردة دول المنطقة هي عارفة أنها مهددة هناك التهديد الأول من إيران إيران النهاردة عندها نسبة التخصيب 84% إذا وصلت إلى 90% فهتبدأ تدخل إنها قدر على إنتاج النووي فبالذات دول المنطقة عارفة كده كويس أولهم إسرائيل طبعاً اللي هي أعلنت مراناً إنها لن تسمح بأي صورة من الصور لإيران إنها تمتلك النووي بقية الدول هي عارفة تماماً إنها مهددة وحن نلاقي كل الدول المنطقة بتزيد تسليحها أنا أتكلم على مصر عندنا هنا بالذات مصر النهاردة حدثت تقدم كبير جداً في التسليح السعودية الإمارات فالكل النهاردة عارف أن هناك خطر يتربص فيه في المنطقة ومعلش بنقول إحنا في المنطقة إحنا مش لازم نعتمد على أمريكا 100% إنما لازم نعتمد على قواتنا هي الدولة الوحيدة زي ما قلت اللي بتعتمد على الروس في المنطقة وهي سوريا وبوجود اتنين قاعدة بحرية وجوية في سوريا أما شمال سوريا فالتواجد الأمريكي أيضاً موجود بسيحة مش بكسرة فعشان كده الدول العربية في المنطقة كلها بدأت تحصل نفسها تزيد من قدراتها القتالية جابت أسلحة جديدة بتضرب قواتها بتعمل تدريب مشترك مع بعضيها مصد بتعمل مع كل الدول المجورة سأقول تنمين البحر الأحمر البحر الأبيض فإحنا مش قلقانين على نقول التواجد العسكري كبير في المنطقة ولكن طبعاً إحنا بصين بعين الاعتبار أن أمريكا بدأت تخفض نوعية السلاح اللي موجود في المنطقة لأنه زي ما قلت أن بالنسبة لأمريكا أصبح منطقة الصين وبحر الصين هي رقم اتنين وتيجي بعدها رقم ثلاثة هي منطقة الشرق الأوسط أشكركم شكراً جزيلاً على المداخلة معنا لواء الدكتور سامير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي من القاهرة شكراً لضيفين أيضاً من واشنطن السيد دورانس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق شكراً لكم شكراً لكم